هجمات جديدة على أبراج الطاقة الكهربائية في العراق في خضم أزمة مستفحلة يعاني منها العراقيون بسبب النقص الحاد في الكهرباء في كاركوك ونينوى والموصل والأنبار وصلاح الدين استهدف مسلحون أبراج كهرباء وخطوطاً لنقلها رغم أعلان الجهات الأمنية في الأيام الأخيرة عن إجراءات للحد من استهداف أبراج الطاقة تزيد هذه الهجمات من الأزمة التي يشهدها العراق سنوياً لكنها بدأت مبكرة هذا العام مع خروج منظومة الكهرباء بالكامل عن العمل في معظم المحافظات قبل عودتها في بعض المناطق على إتر ذلك استقال وزير الكهرباء والطاقة فيما اتخذ رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي عدة إجراءات من بينها التوقيع على مشروع الربط الكهربائي المصري الأردني العراقي الذي سيدخل مرحلة التنفيذ خلال 18 شهراً كما اتخذ القادمي إجراءة عقابية بحق مسؤولين شملت إقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية بسبب تهم بالتقصير والإهمال وقبلها أعلن القادمي عن تشكيل خلية أزمة لبحث سقف رفع إنتاج الطاقة لجنة لا يعاول عليها كثير مع تعاقب هذه الأزمة على كل الحكومات السابقة منذ عام 2003 من دون أن تفلح أي منها في إيجاد حلول جذرية فقطاع الطاقة ترافقه قضايا فساد مالي فضلاً عن الاستهداف المتكرر لأبراج إنتاج الطاقة هذا فضلاً عن قطع إيران خط الكهرباء المصدر إلى العراق بشكل مفاجئ نتيجة تراكم الديون المستحقة على بغداد والتي ترفض طهران استلامها بالدينار العراقي وتصر على استلامها بالدولار الأمر الذي يخالف قرارات الحضر المفروض عليها ترجمة نانسي قنقر